أربعة أشهر مضت على الدعوة للحوار الوطني بين القوى السياسية والأحزاب في مصر ورغم حالة القلق والترقب التي تسيطر على الشارع المصري على مداري تلك الشهور جراء تأثير الأزمات العالمية والداخلية على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى أن الشهور الأربعة مرت في جلسات إجرائية تحدد ضوابط وتضع لوائحة ومدونات سلوك وهياكل تنظيمية للحوار وسط تساؤلات عديدة أبرزها متى تبدأ مناقشة المقترحات والأفكار وقبل أيام من الجلسة الخامسة المحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني يوم الاثنين المقبل نناقش ما تم حتى الآن وما هو مأمول من الحوار الوطني مع ضيفي الأستاذ متحة الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برحب حضرتك أستاذ متحة أعلم أربع شهور في جلسات تنظيمية وإجرائية ولم يبدأ الحوار حتى الآن لماذا؟ يعني أظن أنه هو في ضمانات طلبتها أو إجراءات لبناء الثقة طلبتها الحركة المدنية وأحزابها والاستجابة لها خدت بعض الوقت زي إيه؟ إيه الطلبة؟ يعني فكرة إخلاق سبيل سجناء الرائعي اللي هو ما تعتبرش شرط يعني اللي هو شيء ضمانة ضرورية لأي حوار إنه ما يبقاش حوار ما بين سجان وأسير إن أنا ما أقدرش أدخل طرف في حوار وأنا عندي زملائي في السجود فبالتالي كان فيه هذا المطلب بيتصدر مطالب الحركة المدنية لمشاركة في الحوار وأظن أنه بقى يعني كان فيه نواية وعشان كده كان فيه ترحيب مبدئي بالدعوة للحوار لكن أيضا ما كانش فيه لسه حسب للإرادة إن أنا هتحول من توجه لتوجه يعني ولدى الطرفين يعني لدى الطرفين يعني لدى المعارضة ولدى مؤسسات الحوار إنه المعارضة عند جواها شكوك من الشرط اللي شاركه في الحوار عموما يعني في المناخ السياسي العام إنه اللي دعا يعني الفرض هذه المعادلة للحياة السياسية هو من يدعو الآن للحوار وإنت أسرات لسه في الثبوت فبالتالي دى أحاط الحوار بشكوك عميق مؤسسات الحكم فيه فكرة الطريقة بتاعت الإدارة في الفترة اللي فاتت والمعادلة السياسية اللي كانت موجودة والنشأة عن تقدرات معينة إنه فيه تهديدات إقليمية وعالمية ومحلية وظيره تستوجب تجديد الإجراءات الأمنية وتضييق على الحريات أنا بس هقف عند كلمة أسرة لأنها كلمة يعني ما بين الأسير دي كلمة ليه علاقة بالحروب أسير حرب إنما هنا في مصر وكان بعضهم مساجين سواء نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعات محظورة سواء حبس احتياطي أو حتى بأحكام وإمكان شهدنا الفترة الماضية خروج بعض المحكومة عليهم بأحكام بعفو رياسي طيب في تقدير حضرتك ماذا يبدأ؟ متى يبدأ الحوار؟ هو بس اللي أنا عاوز أقوله إن مهدالة اللي نقصده إن الأوضاية دي ارتبطت بمعادلة سياسية مش بأوضاع قانوني مش بنشر أخبار كاذبة مش بنشر أخبار كاذبة مش بالمشاركة جماعة إرهابية أهدافة لأن هؤلاء اللي في السجون كانوا هم أكتر الناس تصدراً للمعارج ضد الإرهاب وأكثر الناس حرصاً على مصالح الوطن وحرصاً على أمن وعحة وحرصاً على استقرار وهي نمازج مشرفة جداً يعني تمثل الضمج للمصر وبعضهم ما لهش علاقة خالص يعني عضية الأمل على سبيل المثال عضية الأمل نعم عضية الأمل يعني إن أنت بتعمل تحالف انتخابي زي اللي بيعمله دعم مصر ومستقبل وطن وغيره اللي هو حقك المشروع من كتلة يعني تضم أحزاب الحركة المدنية أو أحزاب المعارضة مع كتلة 25-30 مشابب الحركة برأيك ليه تم القبض على خالية الأمل؟ هلأ نعم ما خدتش مثلاً لم تأخذ موافقات من قبل الدولة من قبل السلطات المعانية؟ موافقات على إيه إذا كان فيه أحزاب بتشكل فيما بينها ائتلاف انتخابي بتشكل فيما بينها ائتلاف انتخابي الموافقة اللي مطلوب يعني ده أكتر عمل مرتبط بالقانون والدستور اللي هو إجراء الانتخابات واللي هو المادة الخامسة من الدستور بتقول إنه النظام السياسي بيقوم على تدول السلطة وعلى تعدد الأحزاب وتعدد الأحزاب السياسي فكون إن أنا أخوض الانتخابات منفرداً أو مع أطراف أخرى وأبحث عن تعظيم فرصي ده حق مشروع ده متحد هل تتوقع إنه المواطن المصري ينتظر للحوار الوطني أو منتظر للحوار الوطني وليستمع إيه اللي بيدور فيه سواء من المعارضة أو حتى الأطراف المحسوبة على السلطة؟ لا يعني لسه يعني هو المفروض إنه يبقى فيه زخم كان أكتر عشان كده في المقدمة الخاصة بالتباطؤ في الإجراءات وإنه إحنا أخذنا أربع شهور في الإعداد للإجراءات دي بعض الإجراءات دي كان ممكن تحدث في فترة زمنية أقصر طبعاً بالتأكيد وكان أفضل كده لأنه أحد دواعي الحوار يعني فيما أظن إنه كنت تفتحي للناس في ظروف أزمة بتاعتدي إمكانيات لتغيير سلمي ديمقراطي تفتحي للناس أبواب الأمل تفتحي للناس إنه فيه صوت آخر يعني إيه تغيير سلمي ديمقراطي؟ تغيير سلمي لإيه؟ للسلطة؟ أه لا بقم هو تغيير سلمي ديمقراطي للسلطة طبعاً أنت كحزب معارض بتطلوب السلطة هل تتخيل حضرتك إنه بعد مثلاً أشهر قليلة المفروض إنه هيكون فيه انتخابات رئاسية في 2024 هل تتوقع إنه الأحزاب المحسوبة على المعارضة تشكل تحالف ويخرج من بينها شخصية متفق عليها تتولى أو تنافس فيه الترشح للانتخابات المقبلة؟ أتوقع أن تسع إلى هذا لكن حزوزها دي بقى موضوع تاني مرتبط بمناقشة أوسع جداً لكن إنها تسع إلى هذا ده أهل مشروع يعني هو مبرر وجودها إيه؟ مبرر وجود أحزاب المعارضة أو الحياة الحزبية على بعضها إيه؟ غير إنه يبقى فيه تدور للسلطة يعني هو ده... تسمح لي أقول لحضرتك حاجة بمناسبة الأحزاب المعارضة؟ البعض بيقولي فاندم إنه الأحزاب أحزاب كرتونية أحزاب شكلية أحزاب يتدخل الأمن فيها بشكل كبير في سواء فتا عين رؤساء أحزابها أو حتى فيه نشطاتها على الأرض هل ده صحيح ولا لا من واقع عملك؟ هي المعادلة السياسية بتحكم كل ده؟ يعني إذا أنت بتطلقي منطلقة في النظام السياسي من الحق في التعددية والتنوع بيبقى المجال السياسي مفتوح لفرص المنافسة ويعني قد إيه في التشريعات ما يعزز التنفسية في النظام السياسي أو يقيدها فإحنا شفنا يعني في نمازج مختلفة على سبيل المثال ما هو دي أضايا لحوار كده الانتخابات بنظام القوام المطلقة هل دي تعزز التنفسية يعني الطرف أي يعني أنتو هل ممكن تدخلوا الحوار الوطني تقولوا إحنا لا نريد أن الأمن يتدخل مرة أخرى في اختياراتنا سواء في القيمة أو في من يترشح أو من يتولى أو حتى في الأحزاب السياسية سواء المعارضة إحنا مش داخلين عشان نقول كده إحنا بنقول كده أصلا ده مش جديد على خطابنا إحنا طول الوقت خطابنا أن المجال السياسي هو الذي ينبغي أن يهيمن على المجال الأمني وليس العكس وأن مستقبل الديمقراطية مرتبط بإقرار فعلي بالحق في التعددية والتنوع وأن ده بالعكس يفيد الأمن يفيد الأمن لأنه أنا لما أكون بطرح بدائل أخرى للوضع وبمتص أو باخد طاقات الاحتجاج في مسارات سلمية مختلف جدا أن المواطن لما يسمع في مجلس النواب نائب بيقول أن ده غلط وده وبين مجلس بيمارس دوره الرقابة وغيره غير أنه هو ييأس من مجلسه لما يشوف قضاء بينتصر للحق وبينتصر للعادل أفضل جدا للنظام السياسي من أنه هو يشوف لكن النظام السياسي كيف ينظر لأحزاب المعارضة؟ أنا مثلا هايقول لك كمثال حزب التحالف الشعبي الاشتراك مئة عدد المشاركين في الحزب قدي قواعده الحزبية اللي على الأرض قدي قولا يلا طبعا فكيف ينظر لك نظرة ندية على الأقل؟ هو مين اللي يوصلي نظرة ندية؟ السلطة من في السلطة الآن؟ طيب ما هو أنت بتكتفيني وتعاوزاني تبصني يعني أنت اعتردت وتحفزتي على حكاية الأسير والغير يعني انت ما هو نفس بحيك لا انت تبصي لنظرة ندية يعني انك انت وفر الحد الأدنى انا مش بقول بقى كمان تحول كامل في النظام السلعة الحد الأدنى الضروري لممارسة منطلقة من الحق في التعدد والتنوع ومرتكزة على تشريعات بتعزز التنفسية فبالتالي مفيش حاجة تبقى في الانتخابات اسمها نظام القوائم المطلقة مفيش حاجة اسمها سيطارة واستبعاد قوائم معينة سواء في انتخابات نقابية او غيره مفيش حاجة اسمها حظر مواقع اعلامية او حرمان القوى الاخرى مش المعارضة بس حتى هو المستقلين منحصة في أجهزة الاعلام المملوكة للدولة المملوكة للدولة انا مش بقول الخاصة أجهزة الاعلام المملوكة للدولة المفروض ان احنا اننا حق فيها هل احنا بندعى وما بنروحش وبالتالي فكرة ان احنا ما عندناش بدائل فكرة غير صحيحة هالفكرة انه بيحال ما بيننا وما بين ان البدائل دي تصل الى رأي العام طيب الاحزاب بالعودة مرة اخرى للحوار الاحزاب بتقدم حاليا ترشحتها لأمناء اللجان والأمناء المساعدين هل هيتم اختيار هذه المناصب بالمحاصصة يعني حصة لكل حزب ام بالكفاءة والتجرد من الهوى الحزبي بالمواقمة بالمواقمة لان احنا بنتكلم عن 15 لجنة يعني 3 محاور و15 لجنة اللجان دي هيسرى فيها اموال يعني هتلقوا اموال جراء المشاركة في لا طبعا لا 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 ونسبلنا احنا براية دلوقتنا اذا شوفنا بيض ولا ست يعني احنا انطلقنا ورحبنا ترحيب مبدئة بمسألة الحوار بالعكس لأحداث هذه الانفراجة اللي احنا بنتحدث عنها استقبلنا بإيجابية دعوة الرئيس السيسي ودعوة المؤسسة الحرب لان يبقى فيه حوار وبالعكس احنا بنقول بقى ان احنا عاوزين الحوار دا يبقى حالة دائمة مش يبقى حالة عبرة طيب هيكون الاختيارة على اساس ايه محصصة ولا كفاءة والبعد عن الهوى الحزب ما حدث بالفعل ما حدث بالفعل انت قدمت الاحزاب بمرشحيها وشكلوا لجنة تدولت في كل الاسماء ووزنة ما بين مجموعة من الاعتبارات لانها بنتكلم في 15 لجنة ثلاث محاور يعني انتي بتتكلمي عن 18 امين وامين مساعي وفيك ترح نبقى في امين سر فبالتالي بترعي الاحزاب المختلفة وبترعي الكفاءة عنصر الكفاءة والقدرة على تقديم بدائل والموضوعية وهذا بالك ان يعني اللي ان احنا داخلين للحوار لا بمنطق لا احنا بنرفض منطق التخوين او التكثير طول عمره واحنا كمان مش داخلين للحوار لا بمنطق المكيدة ولا الصدام احنا عاوزين نطرح حلول ونترح بدائل على الموائد وتبقى محل نقاش مفتوح وعلني طيب هل في مادة زمني محدد لانجاز الحوار؟ حتى الان مفيش يعني لم يعلن عن مادة زمني محدد والان انا متصور انه هو يعني قد يمتد لنهاية العالم كيف تقايم الاجراءات المتخزة في الحوار الوطني حتى الان؟ بطيئة المدخل بتاعنا بتاع الاربعات الشهر بطيئة ولكن النواية في ما يخص تشكيل الامانة قبل كده يعني معقول يعني فيه تشكيل متوازن الى حد كبير يعني الترشيحات اللي قدمتها الحركة المدنية الديموقراطية اتخذ بأغلبها وطبعا انت معك طرف تاني فطبيعي انه هيحصل نوع من التقاسم أو كده رأي حضرتك في استبعاد طيار الاخوان المسلمين من الحوار؟ اظن ان الاخوان المسلمين عليهم دور مهم هم عليهم دور اساسي في الاعراب عن التزامهم بالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة بمبادئها واصولها وغيرها حتى يتقدموا كطرف في المجتمع يريد ان يشارك في الصلق مش بالمغالبة ومش بالاستحواز ومش بالهيمنة ومؤمنين بفكرة ان هم لديهم قوة دلوقتي يا سيزمتحة هم في السجون يعني الاغلبية العظمة او القيادات الكبيرة منهم حتى الشباب منهم فيه يوجد عدد كبير لديهم في السجون فبالتالي هم ليس لديهم لقوة ولا تنظيم ولا عدد أنا لا أوافق على سجن اي حد لم تتلوث يده بدم أو فسد طب محاول الورقة السياسية اللي اقترحها الحزب في نقاط للحوار هي أيمة على فكرة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كهدف للعملية السياسية والإصلاح السياسي ويرتبط بده تعديلات تشريعية بعضها أكثر إلحاحا على الأخص فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية بموضوع الحبس الاحتياطي اللي هو تحول إلى اعتقال مقنع لأن ما فيش حبس الاحتياطي بيقعد سنتين هل الحبس الاحتياطي يحتاج لحوار؟ هل الإصلاح السياسي يحتاج لحوار؟ هل السياسات الاقتصادية اللي ثبت خطأها بواقع الخبراء الاقتصاديين تحتاج لحوار؟ أم تحتاج لقرار حاسم؟ الإجراءات الاقتصادية دي هنخليها على جنب لأنها بتتنوع فيها المدارس حتى بالنسبة حتى داخل الحركة المدنية ممكن أطراف تبقى شايفة تصورها للتنمية والملكية مختلفة عن تصور أطراف يعني في الحركة المدنية فيها يسار ويمين ولكن ليخص الإجراءات أو الإصلاح السياسي هو طبعا لو في ظروف غير ظروف مصر مش محتاجة لحوار؟ في ظروف مصر ونتيجة المعادلات اللي نشأت والظروف والملابسات محتاجة لحوار؟ أنت دلوقتي إحنا عاوزين نناقش قوانين النشر دي أولوي عاوزين نناقش قوانين الانتخابات يعني كل ما من شأنه بقى تعزيز التنفسية في النظام السياسي هل انتناع الدولة عن التدخل ومساندة أجهزة الدولة بأي سورة من الصور في المنافسات الانتخابية وطبيعة النظام الانتخابي مرتبط بكده قوانين الإجراءات الجنائية لأنه واحد يخرج مثلا فكمان يخش على قيم الإرهاب يعني إيه الإرهاب وإيه تعريف الإرهاب موضوع التدوير يعني بعد السنتين يقعدهم حبس احتياط اللي هو في الحياة في جرائم الرأي أصلا أو في قضايا الرأي هو بيفقد مبررات لأنه هو سجين الرأي أولا مش هيغير معالم الجريمة لأنه معتز بما أبدها من قراء فما عندوش مشكلة في أنك انت فمش هيغير معالم الجريمة ثانيا مش هيغير الشهود لو هو حر طليق لأنه هم رجال أمن فمش هيأثر عليهم وما كانوا معلوم ما هماش قتلة ما هماش جنائيين وبالتالي أن ده ده ممكن ما يبقاش محتاج لهوار وفي القانون المصري طبيعا كان قرار سياسي فده قرار سياسي ولكن بقى في الظروف تعقدت وتكونت وغيره وانت بتحاول تفكي وناس بيعتبرون ده مجايزي بقى فيه تهديد أمني نتيجة كذا بتفكي الهوار هنا بيلعب دور تفكيك معادلات قديمة أو يعني تصبتها وعشان كده بقولي أن أحد معايير نجاح الحوار وعشان كده احنا قبلنا مبدئيا أنه هو يساعد في إدخال تعديل ولو جزئي على طبيعة المعادلة السياسية أنها تكون أكثر رهابة أكثر اتساعة أكثر قبولا بالطرف الآخر أنا بشكرك أستاذ متحط الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شكرا جزيلا لمشاركتك شكرا شكرا